وعلى المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف سيادة المستشار رضا سقر رئيس حزب الاتحاد سيادة المستشار كيف تقرأ ما قرره المجلس حيال الوقعتين نتجاه نائب مجد الأوليلي ونائب ناشورائف وإلى أي مدى يعكس أن الجميع أمام القانون سواء أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين طبعا نحن نسمي القرار الصادر من رئاسة المجلس الموقف الحازم الذي المجلس اتخذه برفع الحصانة عن النائب مجد الأوليلي وكذلك عن النائبة ناشور لاتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب مجد الأوليلي النائبة ناشورائف تحت قيد التحقيق لتوضيح آه ما هو اتخاذ الإجراءات التحقيق ورفع الدعوة الجنائية ضده يعني هو رفع الحصانة ده بيتم علشان النيابة العامة تستطيع أن تمارس نمتها وتباشر التحقيق فأنا أقصد اتخاذ إجراءات التحقيق نعم اطرار المجلس طبعا بيأتي طبعا ده بيعني إعلاء لدولة القانون وبيكادس لدور الدولة والمجلس في مكافحة الفساد وعدم الصمت عليه وأنه لا أحد فوق القانون أو المسائلة القانونية وأن الجميع أمام القانون سواء آه وأن الحصانة مش معناها أنها ليست حقل عن المسائلة التأديبية أو الجنائية حال خروب النائب عن آ آ آ آ مكتديات النظام العام آ آ آ آ أو عن ارتكابه مخالسة من المحالسات اللي القانون نست عليها أيضاً يعزز كمان هذا القرار ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية اللي بيتنسله وينوب عنه أعضائه وبيكرس لمبدأ النيابة عن الشعب قيمة على الثقة واعتبارات بيخردها القانون والدستور وخلينا أقولك أن المشاريع النهاردة في الدستور لما وضع ضمانات لأعضاء مجلس الشعب والاشنوخ هذه الضمانات والحصانة اللي وضعها لهم عشان يكسل حمايتهم عشان مباشرة مهمهم داخل المجلس فالحصانة فيما يبدو أنها شرعت عشان يقدر يجلب أراءه وأعماله أمام المجلس أو في اللجان وهذه الحصانة إجرائية وتحميله داخل المجلس في إبداء ما يراه في سفة الأمور فيما عدا ذلك هو ليس بعيد عن القانون أو إذا كانت حالة من حالات التلبل زي ما القانون قال وده ضمان لعدم الكيد بيوم أو الترصب بالنواة الحصانة كمان مش هتبعده عن أنه يبقى في مساءلة تأجيبية أو قانونية طالما خرج عن النظام العام وده بيرتي مبدأ الشفافية ومبدأ المسواة أمام القانون وأن جميع المواطنين أمام القانون سواك وده بيؤكد كمان أن الدولة المصرية مضية في طريقها ممثلة في مجلس النواب مضية في طريقها إلى محاربة الفساد وأنه لا حماية الأحد تحت أي مظلة لأنه ده في النهاية احنا بنرسل مشهد للجمهورية الجديدة ومشهد أن الدولة المصرية تقضي على كل منابع الفساد من أجل بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الشفافية والعدل والمسواة وضحت السورة وضحت السورة أشكرك جزيلا المستشار رضا سقرر رئيس حزب الاتحاد كنت معنا عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر